وجهت وزارة التنمية المحلية باستمرار رفع درجات الاستعداد بالمحافظات لمجابهة التقس السيء واستمرار عمل غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة وصرعة التعامل مع اي احداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء اوضحت الوزارة ان تقرير غرفة العمليات بالوزارة اشار الى توقف الامطار في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والدقاهلية بينما يتواصل سقوط امطار ثلجية على مدينة سانت كاترين محافظة جنوب سيناء وغلق ميناء شرم البحري لارتفاع امواج البحر مع سقوط امطار خفيفة في حي الجمرك وحي الشرق بمحافظة الاسكندرية وايضا بمدينة رأس البر محافظة دمياط مع استمرار العمل بميناء الدمياط امام حركة الصيدة والملاحة